النشرة المسائية الأولى من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوين وزير الصحة يكشف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا ووزير التربية يؤكد أنه لا نية لإغلاق المؤسسات التربوية أو تأجيل العودة المدرسية في بعض الجهات رئيس الحكومة هشام المشيشي يعفي وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه ويتولى الإشراف على الوزارة بالنيابة السلطات الجهوية بالقيروان تفتح تحقيقا إثر إلقاء أثنان من النفايات الصناعية مجهولة المصدر في منطقة فلاحية بشبكة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخبارية في ندوة صحفية عقدت برئاسة الحكومة بالقصبة أعلن وزير الصحة فوز المهدي عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية التي ستعتمدها الحكومة في حملة التلقيحة والتي تنبني وفقا لتصريحاته على اختيار التلقيحة التي تستجيب للتشريع التونسي وللمعطيات العلمية الواضحة مع ضرورة أن تكون مدرجة في منظومة كوفاكس وأضف وزير الصحة أن حملة التلقيح ستكون مجانية وستعتمد مبدأي الإنصاف بين كافة المواطنين والقرار الشخصي للمواطنين عبر التعويل على الانخراط الإيجابية في حملة التلقيحة ووفقا لاستراتيجية التلقيح فإن الأولوية ستكون للمسنين الذين تجاوزت أعمارهم الستين سنة والإطارات الطبية وشبه الطبية العاملين في المصالح الأساسية أما بالنسبة للأشخاص الأقل من ستين سنة فسيكون التوجه الأول لمن يعانون من أمراض مزمنة في هذا الإطار تم حجز كميات من التلقيح في بالكم بها عن 2 مليون جرعة فيروس آيرين ونحن في مفاوضات كثيفة مع عديد من المخابر للحصول على كميات إضافية في أفضل أجل والهدف المتاعنا تعرفوه هو تلقيح 50% من المواطنين التوانسة لهذا الغرض تم أحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح التي ترأسها الأستاذ الهاشمي الوزير وتضم هذه اللجنة عديد الوزارات والمجتمع المدني كذلك تم إحداث وحدة عملياتية تم تخصيص الفضاءات تحق تسجيزها بالمعدات وتكليف الإطارات التي تعمل فيها وفي صفة موازية لا يتم تكوين لجنة جهوية يشرف عليها السيد السيدة الولاة التي تعمل في المستوى الجهوية وفي الندوة الصحفية ذاتها شدد وزير التربية فتحية سلوتي على أن سلامة وصحة التلميذ والإطار التربوي فوق كل اعتبار ولكنه لا ينفي التفكير في ضرورة استمرارية المرفق التربوي وضرورة مواصلة التعليم والمقييس التي يتم اعتمادها بتشاور مع اللجنة العلمية وهي التي تعطي الضوء الأخضر لسير الدروس من عدمه قرار إغلاق المدارس قرار تأجيل العودة المدرسية راهو حتى طرف ما يمكن يكون عنده هو وحده عنا لجانة على مستوى الجهات ممثلين فيها كل الأطراف بدون استثناء وخاصة وزارة الصحة مديرين جهوين تصحة انطلاقا من تقييم موضوع للوضع في كل جهة ناخذ القرارات اللازمة وما هيش قرارات تمشي في صورة اقتراحات إلى وزير التربية وعلى مستوى وزارة التربية ناخذ القرارات ولا نصادقوا على القرارات اللي جينا من الجهات نحب نأكد إذن أنه ما يحقش اليوم حتى حد في تونس أنه ياخذ قرار إحادي الجانب من جانب واحد بشي سكر مؤسة تربوية ولا بشي أجل عودة مدرسية وكانت وزارة الصحة أشارت في بلاغ لها مساء أمس أنه تم بتاريخ ثالث من جانفي الحالي وإلى غاية الساعة الحادية عشر مساء تم تسجيل اثنتين وستين وفات جراء فيروس كوفيد تسعة عشر ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى أربعة ألاف وثمانمائة واثنتين وستين وفات كما تم في التاريخ نفسه تسجيل ألف ومائتين واثنتين وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا إثرى إجراء أربعة ألاف وستمائة وسبعة وخمسين تحليلا مخبريا في الأثناء كثفت اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة من اجتماعاتها لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مزيد تفشي الفيروس تفاعلا مع عودة النسق المرتفع لعدد الإصابات بفيروس كورونا تعقد اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اجتماعات دورية ويومية لمتابعة الوضع الوبائي وتقييم الأداء ولكن أيضا لاتخاذ التدابير اللازمة لتطويق الفيروس في هذا السياق ارتأت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بيسفاقس رفع مقترح إلى سلطتي الإشراف يقيب بتأجيل العودة المدرسية والتكوين المهني لمدة أسبوع فضلا عن اتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى من بينها تشديد الرقابة والصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي واحترام توقيت حظر الجوالان ومنع التظاهرات الخاصة والعامة ومنع التنقل بين الولايات وانتصاب الأسواق الأسبوعية لمدة 15 يوما والمضي قدما في حملات التحسيس والتوعية ضمن برنامج عزيمة أما في ولاية سيدي بوزيد فقد تقرر وقف الدروس بدءا من اليوم بكامل إعداديات ومعاهد معتمديتي الرقاب وبيرلحفي لمدة أسبوع لكسر حلقات عدوى الفيروس حسب بيان صادر عن نقابتين التعليم الثانوي والتربية البدنية الوضع الوبائي في ولاية المهدية اقتضى تعليق الأسواق الأسبوعية في مناطق الرجيش والمهدية والحكايمة والسعد وقصور الساف لمدة 15 يوما بقرارا من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالولاية مع تكثيف حملات مراقبة احترام قواعد البروتوكول الصحي بالفضاءات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم والأسواق اليومية ووسائل النقل والمؤسسات العمومية والتربوية وإثر توسع دائرة العدوى بولاية المنستير تم الإذن بتفعيل اللجان المحلية المكلفة بمتبعة الوضع الوبائي المحلي ودعوتها للإنعيقاد الدوري واليومي كما أوصت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها والتنظيم النجدة بوضع رقم أخضر على ذمة المواطنين لتلقي الإشعارات حول المحلات المفتوحة للعموم والتي تخرق تدبير الصحية أو المصابين بفيروس كورونا وغير الملتزمين بالحجر الصحي الذاتي هذا بالإضافة إلى الدعوة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية حول ضرورة وضع الكمامات واحترام البروتوكولات الصحية وفي ولاية أريانا انطلقت حملات رقابة أمنية وصحية مشددة بكافة الفضاءات العمومية بالجهة بعد رصد أعلى مستوى للإصابة بفيروس كورونا بعدد من المناطق بالتوازي مع انطلاق حملات التقصي للفيروس خصصت الإدارة الجهوية للصحة بكافة حملة مجانية لتقصي فيروس كورونا لفائدة المواطنين حملة هدفها تقييم الوضع الوبائي بالجهة وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية تقييم الوضع الوبائي بمدينة كافة ومد انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة إلى جانب كسر حلقات العدوى إن وجدت أهداف حددتها الإدارة الجهوية لصحة بكافة من خلال حملة جهوية للتقصي السريع لفيروس كورونا ستشمل مختلف المعتمديات كل يوم في معتمدية إن شاء الله عندنا فرقة مكونة ومدربة ومجهزة بالتحليل السريع إن شاء الله كل يوم فما تحليل مجانية هي اللي عنهم أعراض واللي ما عنهم مش أعراض جدا البعض منهم لا يحملون أعراض الفيروس إلا أن حالة التوتر والإرباك التي حتمها انتشار فيروس كورونا في بعض المدن أو داخل بعض الأوساط العائلية دافعهم إلى القيام بالتحليل السريعة في إطار هذه الحملة اللي جيت لهنا على خطر بالأساس نحب نتأكد من سلامتي بما أني كنت في ديبراسماء المدة اللي فاتت في سفيقس أنا عندي شكوم في العائلة بوزيتيف حابت نقطع الشك ونشوف روح يأسكو أنا بوزيتيف نيجاتيف نخدم نحمي اللي معايا ونحمي أولادي عملنا تاست واحد كان واحد ملافهمي مريضة وتخدم في الصحة عملوا التاست وقالوا أبورها طوار في قفصة ما ثمش بش نعرف مدين نسبة وجود الفيروس والكورونا منتشر معناها في البوبيلاسيون جنرال بش نشوفوا احنا بتضبط الوضع الوبائي وين وبهذه المناسبة في الحملة التقاسي هذه نوجه دعوة للمواطنين راهي الكوفيد نجم نتغلب عليها بثلاثة التزامات التزام بالكمامة التبعد الجسدي غسلان لدي ومع تواصل طاعته لعمل مخبر التحليل الجرثمية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة قد تساهم حملات التقاسي السريع في الحد من انتشار الوباء شريطة احترام المواطن لمتطلبات البروتوكول الصحي الوسيلة الوحيدة المتاهة حاليا في انتظار وصول جرعات اللقاح قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي وفق بلاغا صادرا عن رئاسة الحكومة قرر أعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على ان يتولى رئيس الحكومة الاشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديدة يشار إلى انه لم يتم التطرق في البلاغ الى الاسباب الكامنة ورأى هذا القرار اطنان من النفايات الصناعية مجهولة المصدر تم القاؤها بطريقة سرية وعشوائية في منطقة فلاحية برويسات بمعتمدية شبكة من ولاية القيروان حادثة شكلت مصدر حيرة وقلق للمتساكنين سيما وانهم تخوفوا من امكانية ارتباطها بملف النفايات المستوردة الامر الذي نفته السلطات الجهوية مؤكدة فتحها تحقيقا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اكداس من النفايات الصناعية تصل حمولتها الى ما ينهز عن 20 طن تم القاؤها بشكل عشوائي في منطقة الرويسات التابعة لمعتمدية شبكة وقد اثارت الحادثة سيلا من التساؤلات حول مصدر الفضلات ومدى ارتباطها بملف النفايات المستوردة اضطر المجلس الفرع الجهوية المحامين بقيروان الى اصدار بيان بيان كان شديد اللهجة لما يتماشى وخطورة الوضع هذه النفايات مجهولة المصدر سواء كانت محلية او اجنبية فليتحمل مسؤوليتها كل من اقترف هذا الجرم في حق ولاية القيروان وفي حق البيئة وفي حق صحة المواطن ونحن كفرع جهة ولمحامين بقيروان سنتابع هذه القضية دوم وصلتنا المعلومة لوجود نفايات مجهولة المصدر المحافية لمعمل اسمانة في الرويسات في القروان نقلنا الى عين المكان وعينناها وفي مرحلة ثانية هزينا خبير في معالجة النفايات رجحة ان تكون لا تتجاوز الكمية 20 طن وانها خارجة تنسية المصدر خارجة من وحدة لمعالجة وتثمين الورق والكارتون لك عليش احنا طالبنا بانه بعد ما يكون فيما تحقيق في اقرب الاجال يقع رفع تلك الفضالات من البلايس هيدوكم وللقيروان وخلال جلسة خصصة للبحث في الموضوع اكد ان النفايات التي تم العثور عليها في منطقة الرويسات ليس لها ارتباط بقضية النفايات المستوردة كما بيّن ان التحقيقات جارية لتحديد هوية المخالفين ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم نحب نأكدوه اولا ما نسمحوش بش تكون قروان هي مصب للفضلات هذه اولا ثاني نحب نأكد الحاجة هي ما عندها حتى علاقة بالفضلات اللي جاية من ايطاليا وهذه تعليمات خاصة المختلف في الصورة المحلية والجيوية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبش يقوم والنيابة العومية هي الملف عند النيابة العومية وبش يتحمل مسؤولية كل من يفرز عليه للبحث بش نأخذ اجراءات قانونية صار ما في الليطان هذه وقد تم القاء هذه النفايات في منطقة فلاحية وهو ما يمثل خطرا على سلامة المحيط امال كبيرة تعلق على مشروع تهيئة وادي الطين بغنوش من ولاية جابس الذي انطلقت اشغاله من المقرر استكمالها بعد 13 شهرا مشروع من شأنه ان يساهم في حل العديد من الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها اهالي غنوش لوجستية كانت او بيئية او غيرها انطلقت اشغال تهيئة ودتين بغنوش بتكلفة تبلغ 5 مليون دينار هذا المشروع الذي طالب به الاهالي منذ سنوات يتضمن مكونات عديدة وبلدية غنوش شددت على استكمال اشغال هذا المشروع في اجالها المشروع ودتين بغنوش تمثل فيه تنظيف الواد من الوساخ اولا ثانيا طبليت الواد ثالثا انجاز زوزقناطر واحدة في الظرفة الجنوبية واحدة في الظرفة الشمالية هذا المشروع في الاجال المحددة اللي هي 16 شهر تهيئة ودتين ستساعد على معالجة العديد من الاشكاليات التي كانت تؤرق ابناء مدينة غنوش وذلك في انتظار انجاز مشروع تعبيد طريق غرب السكة مجموعة من المشاكل ان شاء الله بيشيحلها الانجاز تهيئة ودتين نسبة لنا كمجلس بلدي وكأهالي غنوش كان حاجة نطم حولها الناس الكلة وننتظروا فيها مدة سنوات خاصة مع انجاز الزوزقناطر ان شاء الله اللي بيشيحل جزء كبير من المشاكل البنية التحتية في غنوش والبساج خاصة مشاكل السكة الحديدية مشاكل الصحية والبيئية لمثلها الواد لنجراف تصريف مياه لمطار ومياه المز وشاء الله المشروع هذي ينجز في الوقت المطلوب حسب المواصفات المطلوبة اهالي غنوش ارتاح شوي خاصة مع عودة المدرسية كانوا تلمذة يتعدوا فوق السكة كانوا نجاز كبير بشوالي قنطر تلمذة يتعدوا فوق قنطر وطورة واق اجمزات مشكلة شوي كأن مع السكة ناقصة كان تعبيد الطريق غرب السكة خطر كبير رياس سرعة الامذة يرى كيف تصب منطر يرى يمشي بكل فوق السكة وتبدأ ترى متعدي ورى خايفين على صغارنا وعلى سلامتنا تهيئة وادة تين ستمكن من تحسين الوضع البيئي بغنوش وضع يتطلب حسب ابناء هذه المعتمدية المزيد من العناية والاهتمام تمكنت فرقة الحرس الديواني بيقليبيا من حجز كميات هامة من البقول الجافة المهربة أجنبية المصدر إثرى مداهمة أحد المخازن ويتمثل المحجوز في 136 طن من مادة الجلجلان وثلاثة أطنان من مادة الدرع وطنين اثنين من مادة الملوخية ولا يحمل صاحب هذه البضعة أية وثيقة تثبت شرعية مسكها أو ما يفيد خلاص الأداءات والمعاليمة الدوانية في شأنها وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز ما يناهز 1.3 مليون دينار وتم تحرير محظر حجز في الغرض وسيتم إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع المحجوزة من عدمها نفذ تلميذ المعهد النموذجي بالقصرين وقفة احتجاجية أمام المعهد معتبيرنا أن قطع الأشجار التي كانت تزين المعهد منذ عشرات السنين جريمة في حق البيئة بأي ذنب قطعت شعار رفعه تلاميذة المعهد النموذجي بالقصرين الذين نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المعهد منددين بقطع عددنا من أشجار أسر التي كانت تزين بهوى المعهد تبرج جريمة في حق أو الحاجة البيئة بسك الشجرات عندهم عشرات سنين موجودة في الليسي ويمثلوا بميزة الليسي بيلوت دزي مان بسيشيك مان بالنسبة لتليم ذا بسك الليسي بيلوت نعود فيه نهار كامل ونفطر فيه القايمين يقعدوا تحت شجرة الظوكم ومن أول ما أسوا الليسي المهندس خلها هكيك خلت ترشفها جمالية يجوهما اليوم يقصها بطريقة الفضيعة هذيك نحن غضبين ونبينوا في الغضب متاعنا بروفيت تليم ذا تقع تحت في نص نهار معناك باع يفطر وثم معناها الشجرات هذه مستنفع منها الليسي كيم وموفرة جمالية به على الأخر جو قصوهم هما ديجاء الشجرات أكد من الليسي أجار النائر اتفعت قامتها وتفرعت أغصانها وأضحت تشكل خطرا على المهحد وحجبت الشمس على الأقسام والإدارة كما تسببت في تدهور الوضع البيئي بالمهحد ما تطلب بحسب مدير المهنة الموذجية طلب الترخيص من إدارة الغابات للتقليص من ارتفاعها وقطع بعضها أجار كبر تيسر تشابك تيسر ولت عبارة على غابة أنا شخصيا الصيفة اللي فاتت لسعتني عقرب في ساقي بسبب كثافة الأشجار هذية الأشجار هذية والتي تقلقنا في عملية التنظيف والتي تطرح مشكلة متع تهديد للبنايات الأشجار هذية تسبت في تراكم أو ساقي كبيرة على أسطح البنايات وكلمنا إدارة الغابات قالوا لي ما فماش حتى مشكلة راوة نجم تقص عملنا مطلب في قصان الأشجار هذية باش تنقص من كثافتها ونختلفوا ممكن نخدموها بطريقة نقلوا من الارتفاع متاعها ما يسيرش باش يدخل للهواء وباش تدخل الشمس لكن ما نقطعوهاش من جذورها بشكل هذك رغم اختلاف المواقفية فإن الهدف واحد وهو الحفاظ على المجهد الطبيعي بالماحد ولكن كلنا من زاويته نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعناوينها وزير الصحة يكشف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا ووزير التربية يؤكد أنه لا نية لإغلاق المؤسسات التربوية أو تأجيل العودة المدرسية في بعض الجهات رئيس الحكومة هشام المشيشي يعفي وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه ويتولى الإشراف على الوزارة بالنيابة السلطات الجهوية بالقيروان تفتح تحقيقا إثرى إلقاء أطنين من النفايات الصناعية مجهولة المصدر في منطقة فلاحية بشبكة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى